اسبانيا متقدمة على انجلترا اتنين واحد يا شباب طب ده هيل جد احنا في الوقت الضايع كده وقت بدل الضايع انا متوقع ان اسبانيا هتكسب يا جماعة يا ربي الانجليز ما اكسبه بطولة في حياتهم حبهمش ما بحبهمش الانجليز دول خالص يعني من البلاد اللي ما بطيقهاش اصلا يعني البلاد اللي ضد بلدنا دي الانجليز والامريكان والكيان المعروف يعني بصراحة يعني احنا في الديها كم حاسب كم ديها احنا باقي دقيقة يعني خمسين ثانية طيب ان شاء الله اسبانيا تكسب باذن الله اتنين واحد ويجيب التالت كمان ونكيد الانجليز وهم مش احسن حاجة يعني في البطولة يعني فرنسا قدم عشر مرات بس احز فرنسا ان هم وقعوا في قرية الاسبانيا يعني فخسه عموما يعني قبل ما نطلع الفاصل عايز اقول لكم ان شهد سعيد لعبة الدراجات صدر رسمي قرار من اللجنة الاولمبياة باستبعدة من تمثيل مصر في دورة الاولمبياية اللجنة الاولمبياة المصرية تقرر الرد الاتحاد الدولي للدراجات تأكيدا للقاهرة 24 الاتحاد الدولي للدراجات اقاف شهد سعيد محليا يعني اقافها دوليا ازا احنا شايفين كده اذا شاهد استبعدت لكن انا عندي تلات حاجات لازم اقولهم في هذا الموقف شاهد استبعدت لانها اخطأت والخطأ لا يعني الذبح يعني اخطأت لازم تستبعد عشان تبقى دارسة ليها والغيرها لان هذا خطأ اخلاقي حتى شاهد حلفته انا ما اقصدش لأ الفيديو لو الشباب جابهولي انت مع زملتك الطريق فاضي تماما انت اللي لزق فيها لزق فيها لزق فيها وجنتي جنبها كده ومتمسكها فما تقوليش مش قصد لازم تعترفي بالخطأ لا بالراحة بقى عشان اشوف فاذا ما احنا هنشوف دلوقت الصورة الفيديو يعني بص بص الطريق فاضي لا يمكن ده الطريق فاضي مفيش اتنين يمين واتنين شمال بص 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 مستحيل ما تقوليش مش اصدر انما اخطأتي وهذا عقاب الخطأ لو انت شخصية قوية يا شاهد انا بقولك او انت خلاصة عقبتي وعقاب شديد زي ما احنا شايفين انك ما تروحيش الدورة الاولمبية ده عقاب شديد لو انت شخصيتك قوية وعندك فعلا دوافع البطل وشخصية البطل والكلام ده هتقدر تقومي تاني وتتعلم الدرس تاني وتضعي الاخلاق رقم واحد محدش ابدا يكسب بشكل لا اخلاقي لا يمكن هذا يحسب مكسب مستحيل هذا يحسب مكسب يعني ما انفعش ابقى اكسب واحد اشكه بمصمار ولا بدبوس ولا ما انفعش وانا بلعب اكسب بقى ده مكسب غير شريف ده يبقى مكسب غير شريف فعشان كده انت اخطأتي لكن تقدري تقفع رجليك تاني انت باعي اذا اعتزل تبطلي الموقف تتحس ان هو قضى عليك فانت قريدي ما معندك الشخصية البطل اللي هو لما يقع يقوم اقوى بقول بطل كده لما يقع يقوم اقوى يا ما ابطال وفرق واندية وفي كل الالعاب سباحة واسقال والعاب قوة ودرجات وكل حاجة ويتصلى وطايرة وكورة وكل حاجة يعني وبينجبونجو وتنس وغطس وكل حاجة وسباحة وكله كله يقع ويخسر وتاني دوره اولمبيا تلاقيه بطل كبير فلو انت عندك الناس عادية بنتي تكمل بتايقاسي انت اخطأتي انت مش مظلومة لكن الظلم انك تتدبحي انت اخطأتي وبتاخدي عقاب الخطأ فعقاب الخطأ انك ما تروحيش الدورة الولمبيا تتحرمي منها لان انت هذا مثال لأي لعب او اي لعبة تظن او يظن انه ممكن يكسب بشكل اخلاقي فاليزاء اللي حصل لجنة علوة وعن قصد عقوبت وانت ختيها لو انت عندك بقى شخصية البطل تقومي وتنهضي تاني وتبقي بطل وتكملي ودي بقى الواقع دي بالنسبالك بعد شوية وقت لما تفوق يعني منها بالنسبالك تبقى دافع تبقى احسن وافضل 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 وتثبيتي للمجتمع كله انك بطل عن حق او تقوضي في البيت وخلص ده قصتك وشخصيتك اللي هتبان انا بقول شاهدي بقى كابنت صغيرة لازم تتعلم من الموقف لسه قدامك المستقبل لكن الحاجة التانية اللي عايزة اقولها ايا شاهدة اخطأت لكن شاهدة كانت تنفذ تعليمات مدرب لانه جن عليوة ويا معايا على الهوى قالت ان طول السابق ومن قبل السابق المدرب بخليك لازقة فيها خليك اخباطي فيها خليك لازقة فيها المدرب بقول لها كده فها كانت بتنفذ تعليمات المدرب فلازم المدرب يتحاسب ولازم رئيس الاتحاد يتحاسب رئيس الاتحاد اللي جي عندي هنا في القناة معايا في مداخلة ويقول لك عادي اقول لبتك هتحطرح يقول لك تروح فين يا والله يا عم انت مين انت حد تاني ولا ايه انت حد تاني يعني ما جايبين لي على التليفون حد تاني اقول لبتك هتروح يقول لك هتروح فين والله تحس انه مش معايا اقول له بس ايه قصدى يقول لي واي يعني ما هو عادي ما هو عادي يعني انا بايتش مصدق يعني انا كنتم طول بالي وبحاول ان انا برضو يعني قلت الراجل يمكن مش فاكر يمكن عنده الزاكرة فاق حق مش عارف في الاخر بقى ازهقت فقصوت عليه يعني انما انما لازم اتحاسب ريس الاتحاد لازم اتحاسب ليه لان هناك شبهة مجملة الاتحاد الدولي قال ملاش حق تلعب تتوقف طالما ما قوفى محلي يبقى الاتحاد المصري كان يطرمخه على شيء صح ولا غلط وهذا الرجل اللي طلع في كل القنوات كان بيتكلم كلام اسمه اسمه حديثا لا معقول يعني لما تسمعه تقول ايه الراجل ده ازاي بيدير اللعبة وازاي بيدير ابطال وازاي بيدير شباب وازاي بيعمل يعني انت قعد تستغرب جد متساب كده يعني شاهد اللي هتشير الليلة كلها يعني مدربها اللي هتعملي يخبط البنت وعملي كده والراجل اللي هو رئيس الاتحاد اللي عادي اي حد يقز حد عادي حاسسك انه عادي طب ده هتموتها يقولك ويه يعني فيه ازاء عن قصده وعندونا قصد فيه كده احنا عندنا في الدرجات عادي في الدرجات في المضمار في درجات في الشارع يعني ده اللي يزوق واحد يقعد ممكن يموته ده اسفلت وبتبقى سرعته عالية جدا يقولك عادي طب الناس ده مش هتتحاسب انا بسأل سؤال كده في المطلق الوزارة بقى اللجنة اللجنة قلوبية اللي جمالة عمومية بتاعت بتتحدى الراجلات معرفش هي بس الشاهد اللي هتشيل طب المدرب اللي هيعملي كده وفلام معرفش الحاجة الاخيرة اللي عايز اتكلم فيها خلاص بقى جنة عليها ايه لما البنت شاهد لم تشارف في القلميات ده اقصى عقوبة ممكن ياخدها رياضي ليه اعلى حاجة الرياضي بينتظرها وتصنع له تاريخا المشاركة في الدورة الاولمبية ولو خد بقى فيها مركز متقدم او مدالة يبقى يعني بص محدش زيه في التاريخ لكن مجرد المشاركة في الدورة الاولمبية هو على مستوى المحلي وصل لأعلى حاجة ممكنة فحرمت منها شاهد سعيد خلاص فحديث جنة عن شاهد الفترة الجاة لازم يختلف لان خلاص اخدت عقوبتها وشاهد اخر و جنة او جنة اخدت حقها فانا منتظر بقى نشوف هيعمله ايه مع الدكتور وجيه حزام مش اسمه كده وهيعمله ايه مع المدرب بتاعها بتاع شاهد لان شاهد اللي شايلها الليلة كلها لوحدها رغم ان مش هي صاحبة الليلة كلها لوحدها هنشوف وهنتابع ومش لازم كل حاجة بقى الوزير يعمل لجنة يعني مش لازم السيد الوزير يعمل لجنة عشان نعرف الحق فين زي ما عمل كده في حالة المرحوم الكابتن احمد رفعت